السلام عليكم متابعين الكرام في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية عمل سكرين شوت لشاشة الايفون عند الضغط مرتين متتاليتين على شاشة الجهاز من الخلف. الموضوع سهل جدا وبسيط بنفتح settings او الاعدادات وبيننزل تحت عند خيار تسهيلات الاستخدام او accessibility تسهيلات الاستخدام او accessibility بنضغط عليها وبيننزل في الاسفل عند خيار اللمس او touch اللي موجود قدامنا ده بنضغط عليه وعندنا هنا في الاسفل اخر خيار موجود معنا وهو الضغط من الخلف بنضغط عليه وعندنا هنا ضغط مرتين وضغط ثلاث مرات فهنختار ضغط مرتين وزي ما احنا شايفين قدامنا عندنا هنا كل المميزات اللي ممكن تفعيلها لو ضغط على الجهاز مرتين من الخلف طبعا احنا عايزين هنا سكرين شوت او لقطة شاشة زي ما احنا شايفين قدامنا لقطة شاشة بنضغط عليها ودلوقتي الميزة دي مفعالة معنا فلو ضغطنا على الجهاز من الخلف مرتين زي ما هنشوف دلوقتي مرتين خد معنا سكرين شوت زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة هاي السكرين شوت موجودة معنا زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة وطبعا لو حابين نلغي الميزة بنيجي هنا بنفس الخطوات بالزبط وبنيجي عند خيار لا شيء وبالتالي بيتم إلغاء الميزة زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة طيب لو عملنا رجوع واخترنا ضغط ثلاث مرات وهنشوف اي ميزة اخرى وليكن الشاشة الرئيسية لو ضغطنا على الشاشة الرئيسية. فادل الوقت لو ضغطنا تلات مرات من الخلف على الجهاز هيرجعنا للشاشة الرئيسية للجهاز. فادل الوقت هنضغط تلات مرات. واحد اتنين تلاتة. زي ما احنا شايفين رجعنا للشاشة الرئيسية للجهاز. وطبعا بتلغي الميزة دي بنفس الطريقة بتروح عند الاعدادات او سيتنجز. وتنزل تحت عند اكسيسيبيلتي او تسهيلات الاستخدام. وتختار هنا اللمس او تاتش. وتنزل تحت عند الضغط من الخلف. وعندك هنا طبعا ضغط مرتين كنا الغينا تفعيل. وعندك ضغط ثلاث مرات بتضغط عليها وبتختار لا شيء. وبالتالي بيتم الغاء الميزة. ده كان فيديو النهاردة. ارجو الى السفات من الفيديو. مش مشترك في القناة. تضغط دلوقتي على زر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. لان كل يوم عندنا فيديوهات ومعلمات جديدة ان شاء الله ستنال اعجابكم. وشكرا جزيلا على المتابعة.